أنا أختاره أفضل من اللي أقنعني بالنبوت مش معقول واحدة هيكمم لساني وهبقى في مجتمع متحضر لكن الميزة في الإخوة المسلمين والميزة في الجماعات الأخرى أنا شفت مبارح مؤتمر الدكتور برهامي دكتور ياسر برهام نعم يعني هذا المستوى مستوى رائع لما يحصل للمسلمين أنهم كلام يبقى بشفافية قدام العالم كله بنتكلم لأن إسلامنا دين دعوة وسعي ونطق بالحق على العالمين وما أصلناك إلا رحمة للعالمين لكل الناس فلما يكون النهاية إيه المحاول اللي تتكلم فيها الشيخ ياسر البرهام مالحقش أفهم لكن أنا رأيت اللي عايز أقول حضرتك أني كوننا الآن وصلنا الجماعات المسلمة إلى التحاور والكلام والرد والرأي والرأي الأخر هذه إيجابية رائعة وممتازة كان قبل ذلك الوصول إلى يعني للتناحر ومن يختلف معي في السبعينات كان فيه جماعة شكري مصطفى كانت اللي يرد عليهم من نفس الجماعة يطلعوا له مجموعة تضربوا وتكسروا تصفيه تصفيه بالضبط كدس كانت الجماعة التكفير والهجرة اللي أصل إسمها المسلمون لكن الإسم الإعلامي كان جماعة التكفير والهجرة اللي كان يختلف من جواهم كانوا يقتلون كانوا يصفون كان معنا إخوة كانوا معاهم كان بيحكي لنا كان بيحكي لنا شيء فضيح طبعا ولا يمكن معه لا يمكن أن يلتقي مع الحق في أي مكان لأنه ده قتل يعني أن يلتقي إزاي أي ما فيش لقاء يا إما تكون تابع لي يا إما نعم لذلك أنا بعتبر الوقتي أن ربنا أجراء على إيد الثورة دي عمل عظيم جدا حتى وإن أدى إلى بعض الخلافات اللي بين الجماعات وبعضها البعض لأن هذه الخلافات تصل إن شاء الله إلى الحقيقة وإلى الخير بدام في اختلاف بالرأي تسوده الأخوة والمهدية لكن يا فان أين هي الدعوة؟ آه أنت يعني جئت على جرح شديد أين؟ الدعوة الأمة نسوها تماما أمتنا التي عانت على الأقل تلاتين سنة من التكميم الأفواه والسحل يعني كان كان لما ناس تعدي يعني واحد يعدي على أهوة ويقول كلمة يضحك كده فيها كان يطلعه ويمشو خايفين الناس بتخاف تتكلم كلمة كانت وصلت لمرحلة في العصر السابق يعني إلى الآن هذا الكابت الشديد بيفرغ أنت لا تركبي الوقت سيارة ولا أوتوبيس كل الناس بكلم في سياسة ولا ميكروباس كان التوكتوك يعني في أي مواصل في أي مكان في أي منطقة تجد الناس بتتكلم دلوقتي الدكتور مرسي والمشعر في طب فين احنا الوقت هو كذا وكذا يعني أصبحوا بيتابعوا بيتابعوا بيسألوا عن حقه كان الرئيس مبارك بيخطب في العصر بتاعه محدش بيسمعه بيقوم ويمشو يعني أو مش بيقول حدش بيسمعه أصلا يعني يجيب رأي يجيب التلفزيون كده يروح محوله على لأن حاجة بيقول لك كلام بقى يا ماسمعناه مفيش إنما الآن الكله بيسمع الدكتور مرسي وعارف إن الكلام ده يطبق لدرجة إنه المرور وصل 40% بس كان يقدر بقى لو هو بيقول أرقام زي ما بعض ناس بتقول كان يقول 69 90 لكن لا بيقول المرور 40% اللي حققناه ولسه الباقي وده طبعا مش هو المسؤول عن اللي حصل لأن احنا اختيارنا للدكتور مرسي ليس لمئة يوم بس هو الحدد المئة يوم نعم هو حدد وقال حسبون وقال صحاح ومصر حيبدأ بيهم إنه حيبدأ بالمئة يوم دول على شد الأمور الملحة لدى الشعب وده صحيح بس لكن لا يستطيع يعني هو كويس إنه ماشي وكويس إنه مستمر وكويس إنه رسخ الشفافية عند الشعب يعني أصبحنا بنوعه عايزين نعرف الحق نسمعه منه هو نشوفه بيقول ايه ده كلام جميل عظيم بس حددتك مردتش على سؤال اتفضل أين الدعوة أين الدعوة أغطني جرح كبير أنا بقول جرح كبير إن الناس أصبحت الوقتي أعرضت عن أو مش أعرضت نسيت الدعوة في خضم الحديث السياسي أصبح الشارع السياسي هو المسيطر تماما على الأمة كلها كله بيتكلم في السياسة أنا بشوف بعض الإخوة في في قنوات على طول يعني بيقعدوا من الساعة كذا لساعة كلام كله في في قضايا سياسية إذا كان الإخوة دول نسوا الدعوة اللي هم أصل الدعوة يبقى يبقى ناس زي البقين هي الدعوة طبعا تكاد تكون نسيت تماما من كثرة هموم الناس وانخراط الأحزاب وانخراط الناس الطيرات الإسلامية اللي كانت يعني مهتمة بالدعوة في البداية انخرطت في السياسة ده صحيح وبقوا أحزاب وبقوا طيرات وبقوا منقسمين ويعني ده الدولة كلها مش بس أنا بقول لسنتك بس الدولة ما بقيتش دعوة اللي لكي بتتكتك يعني بيتكلم في السياسة أنت لا تكاد تجد مكان يخلو من الحديث في السياسة وطبعا الإخوة من ضمن الشعب أنه بعد هذه التيرات الدينية بدأت تحتكر الحقيقة والعلم والمعرفة بكل شيء باسم الدين يعني بدأ يقولوا أنا عشان أنا يعني يبتدى يبقى فيه تكفير للمجتمع وتكفير للآخر اللي هو لا يتفق معهم أو فيه اختلاف معهم دعيني أختلف مع سيادتك في هذه المسألة اتفضل لأن أنا أرى الشعب المصري باستثناء سيناء فقط الحمد لله يعني مسألة التكفير دي تكد تكون انقشعة لا أنا أتكلم في السلوك اليوم يعني ناس لسه بتقول الديمقراطية حرام وناس بتقول يعني بتكفر بعض الإعلاميين ياما تقل علينا كلام إبداع في خطر المرأة يعني إحنا لسه النهاردة بنعاني في الدستور من مناطق كثيرة وجهة النظر في مجال الحريات بالتحديد وجهة النظر الدينية بتقصي الآخر يعني بتقول يا إما نمشي حسب ما احنا عايزين وده رأينا يا إما ما ينفعش وعشان كده عندنا مشكلة في الدستور هو أصل إقصاء نوعين أي إما أن يكون إقصاء كاملة التذكري لناس لهم الحق أي في هذا المكان تقصيهم عنه أي علشان تجيب ناس لهم لحضرتك أي وفي إقصاء تاني بيكون بحكم الشرع نفسه يعني إحنا لما نقول أن الإبداع الفني ينبغي أن لا يكون ملوث بالمخالفات الشرعية وهل هذا إقصاء للمبدعين لا لا بس يبقى فيه حوار بقى يسبب فيه حوار لأن دي وجه ده بكل أنواع الحوار ينبغي الإسلام رسخ قضية الحوار لأن أكثر الآيات كلها تتكلم عن الرأي والكلام والنصح والتعريف والتعليم كل هذا وأن الناس تستخدم عقله أفلا تعقلون طبعا طبعا والنظر في التحسين والتقويح نعم ما بيش خلاف على كده لكن يعني أنا أقول أن هناك إقصاء بيبقى صحيح في ذاتي لما أقول أن يعني مثلا هناك بعض الأفلام أو مسلسلات المليئة بالعنف بيتعلم أولادنا حاجات ما كانوش يفكروا فيها أبدا لو لا يشوفوا الكلام ده فأنا لما أقول أن هؤلاء الناس أبعدهم عن النشر هذه الرزائل على الأبناء ما بيش بقصيهم أبدا لكن أنا بقصي اللي يحق اللي يحق ويبتأ ويبعد هو ده اللي يمكن أن يعتبر تفاقران بشكل مدده اللي يحقق لو أصيارك وأعزيات